النهاردة من ضمن الحاجات اللي عايز اتكلم فيها مع حضراتكم لقطة لو جاهزة عايز اوريكوا لقطة لحضراتكم لجمهور النادي الاهلي وليه دايماً انا بقول ان جمهور النادي الاهلي مختلف اوري لحضراتكم بس اللقطة دي تفضل سمعني صوت الجمهور مش مهم صوتي سمعني صوت الجمهور هو طيب هنا اللقطة دي بالنسبة لي بتمثل شيء رائع وشيء جيد هو بتمثل جمهور النادي الاهلي ودايماً انا بقول لحضراتكم جمهور النادي الاهلي بيختلف عن اي حد اللقطة دي هو شمعنا كريم شمعنا كريم فؤاد فقط اللي تم تحيته بعد خروجه شمعنا انا بس كنت باوري لحضراتكم انا اللي يهمني في اللقطة جمهور الاهلي هو بيحيي كريم فؤاد هو ده اللي انا بقوله لحضراتكم ان كريم فؤاد يستحق التحية زمان كنا بنعرف ان احنا الجيل القديم الجيل السابق كان بيعرف ان انا مثلا كنت بعرف ان انا عملت مطش كويس ازاي ان المطش اللي بعده الاقي جمهور الاهلي كانوا بيندهوا علينا ايام الجيل لما كان الجيل ده بيلعب جيل بتاعنا يعني كان بيلعب كانوا المباراة اللي بيبقى فيها مثلا ابو تريكا كويس المباراة اللي بعدها يندهوا علي بو تريكا نمرة واحد طيب المباراة اللي بعدها بركات كويس المباراة اللي بعد كده يندهوا علي بركات رقم واحد فكان بيجي لك تقدير الجمهور وقتي كان بيجي لك تقدير الجمهور وقتي في ساعتها كده كنت بتحس بالجمهور النهاردة وده كان نظام بالمناسبة احنا كنا كلعيبة بيننا وبين بعض لما نقعد نتكلم كنا نقول ايه يا ترى الجمهور حيعمل ايه مع مين المطش اللي جاي والجمهور كان بيختار بمنتهى العدالة كان بيلاق ابو تريكا يطلع المباراة اللي بعدها ينقى ابو تريكا انت على ابو تريكا رقم واحد يبقى كده ابو تريكا المباراة دي كان كويس قوي بركات بركات دي يبقى بركات اللي كان كويس جمعة يبقى جمعة شادي يبقى شادي متعب يبقى متعب فلافيو يبقى فلافيو ساعتها فجمهور النهاردة اشادت مباشرة بكريم فؤاد هل ده معناه ان كريم فؤاد كده عمل اللي عليه والدنيا لا كريم فؤاد ما عملش حاجة لسه الحمد لله والشكر لله من المتوقع يعني لو دخلت مسابقة وسألت حد اهلاوي او حتى ما بيشجعش النادي الاهلي وسألت وقلت له مين اللي هيكسب الاهلي ولا الداخلية حتى حيقولك بنسبة تسعة وتسعين في المية او تسعين في المية الاهلي هيكسب الداخلية فما فيش حاجة كبيرة حصلت ولكن كريم فؤاد قده بشكل رائع هو ده اللي احنا ننتظره منك في كل المباراة يا كريم مش في مباراة الداخلية فقط عندك مباراة دوري عندك مباراة افريقيا عندك مباراة ان شاء الله ربنا يا كريمنا ونروح كاس العالم عندك مباراة كل البطولات اللي حنلعبها في الكاس وكده هو ده المستوى اللي احنا ننتظره منك فاللي بقوله لحضراتكو كلام مهم جدا 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 النهاردة الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا وكل الامور اصبحت جيدة ترجمة نانسي قنقر